اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمئتين وخمسين جرام ولا بخمسمائة جرام أنا نطلع فيكم بالمكونات والمقادير المضبوطة وانتم فضلا منكم وليس أمرا ندعموني هكا نزيد نقدم لكم المزيد ونتشجع هنا غربلت السكر ما كترج السكر لخدش القادو غادي يكون حلو نقص السكر قدر المستطاع وهنا يعتمدي أي عجينة تحصاب لي تكوني يعني تنجح لك أنت ديريها ولكن عندك مناسبة ولا عرس ولا ديري العجينة الزاكية غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصل للناس اللي ما لقبالك دخلوا معانا جدد هكا بها يعرفوها هنا خدمت كامل المكونات كما راكم تشوفوا اضفت هنا يا سافار البيض ونخلط ونجمع العجينة تاعي بالفارينة اللابات هذي اللي درتها اليوم ما فيهاش الخمارة تعلقاته نجمع العجينة تنتحصل العجينة ترية العجينة تاعي كما راكم تشوفوا هذي هي يدك في آخر الفيديو نقولكم الكمية هذي بالضبط اشعل تعطيكم منحبها هنا يليمولت وعيدلت لهم شوية الفارينة باسكل اول مرة راني نخدم بيهم مشيتهم جدد درت لهم الفارينة ونمشي العجينة تاعي كما راكم تشوفوا ونسويها في الاطراف من بعد نتقبها بالكوردون ولا بالفرشيطة وندخلها الطيب على 180 دراجة نخليها الطيب تضي لون الديها بالفاتح نخرجها ونخليها تبرد ونعاودوا نتلاقى ونشوفوا التكميل ان شاء الله هنا بعد مدرة الكاتو التعطيب نحضروا موس الجوزية لدينا 25 جرام تعلمة لدينا باياد بيضاء سوف نتكتب لكم بالمغرف باياد بيضاء يكون بحرارة المطبخ لدينا 25 جرام سكر 25 جرام حسل إصطناعي تبغى تضيروا نصف حسل حر ونصف حسل إصطناعي لحسب الرغبة لدي باتاقوم تعنوا والتي على الجوز ونحتاج الترمومتر في كسرونة تكون هكا تقيلة نحط السكر اللي هما زوج 3 مغارف فتاح السكر ونضيف عليهم الماء ونحطهم على النار هنا نحط الكسرونة على النار كما كنتظروا النار تكون قليلا نخليها حتى يوصل درجة الغاليين من بعدها نحطوا الترمومتر الناس اللي ما عندهاش الترمومتر تبعوا في الفيديو ترونوا كيف يبدأ يدير هذو الفقاعات وهنا لازم يوصل الستيروتاكم لدرجة معينة بعد تنجح لكم موس الجوزية هنا نشوفوا الفقاعات اللي را يدير فيهم كي يبدأ في هذا المرحلة ندير الترمومتر ختاعي نخليه يوصل لدرجة 110 كي يوصل لدرجة 110 عاد نضيف الحسل وهنا شوفوا اللي بيول اللي را يدير فيهم هذوك من بعده يتبدل يتبدل هذاك الفقاعات اللي را يدير فيهم يتبدلوا هنا ما بغت نحترف لكم الفيديو خليت لكم الفيديو بكمل تفاصيل هكا باها الناس اللي ما عندهاش الترمومتر غادي تنجح في الوصفة في الوصفة عفوام بإذن الله شوفوا هنا شوفوا هذوك الفقاعات اللي را يدير فيهم كيفاش تبدلوا وقربت لكم هنا بعد شوفوا أكتر شوفوا الفقاعات اللي كيفاش زادوا نشوفوا هذوك البوليطات كما نقولو حنا اللي دارهم شوفوا كيفاش كبروا هنا وصلت ل 110 دراجة نقلع الترمومتر ونضيف هذاك 25 جرام تالع سل نخلط مليح مليح اللي هي مغرف كبيرة ونصف تحسل نخلط مليح نخليهم يزيدوا يدوا غليا ونطفع ليه والروح مباشرة هنا لازم نكونوا خفيف الروح مباشرة لبايد البيض علاقوا تكون بايد البيض لازم يكون بحرارة المطبخ عندما نضيفه يبرد سوف يبرد بالخف ويغبنك من بعد نضيف هذا بايد البيض رشاة الملح ونطلعهم بالباتر نطلع مليح مليح حتى يدلي الرغوة عندما يدلي الرغوة نبدأ نضيف الخالد للحسل والسكر الذي وصل ال 110 نبدأ نضيفه كل خيط لا نضيف دفعة واحدة إذا قلته دربة واحدة سوف يدري شوك البيض ونطلع لك نحن نحن نطلع لنا كما لا موس ويطلع لنا المنقر هنا نبدأ نضيف هذا الخالد هنا يستمحوا لي بلغ ما راكمش تشوفوا مليح ولكن لا نطيكش نخدم باليد اليمنا ونخدم بالليسرع لا نطيكش جربت ونطيكش استمحوا لي هنا نبدأ نشوف وراني وضحت لكم كيفاش نطلع خيط رقيق ويكون ساخر ما نخلوه شي برد خاتشي لا برد غادي يجي مدكم وراني نخفق 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 يعني حتى يطلع لي كيما لا مرانج ويديلي هاداك البيك تمان توقف وراني نخفق 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 في نفس الوقت هنا لازم يكون عندكم باتير مجهد ولا خدمة في البيترام لكن عندك الباتير شوية عين غادي ما تطلع لكش الباتير يحمى وما لازمش تتوقفي ما لازمش تحبسيه يتضرب نبقى نضيفه خيط كيما راكم تشوفوا عفوا حتى تحصل على موس تكون تقيلة هنا في هاد المرحلة كي تطلع لنا لاموس تبغو تضيفه شوية العجوز مكسر تبغو تضيفه شوية العجوز مكسر تبغو تضيفه شوية العكوكاو واللي بغيتو ولا شوية العموكسارات مخلطة تمو معانتكم موقفت الدعو فريد توم مكسرات وكل مملح لتخفق وحصلت إلى الخالط سوف نخفق حتى تصل إلى الخالط والقاوام حتى تبغو بغيته هنا كما راكم تشوفوا شوفوا بقيت نخفق حتاة حصلت على هذا القاوم هذا الآن نضيف هنا كما قلت بكم باتاغومتا عن نوا ولا تديروا الانواة مكسرين كما تبغوا كل واحدة والمقدار ارتحها إلا كانت عندك مناسبة وبغيت تتحمري وجهك ديروا فيها شوية تعلينوا مكسرين ولا ديروا فقط الباتاغوم هنا كما راكم نرى كما راكم نرى كما راكم تشوفوا الكمية التي تتحملكم مقادرتهم لكم تعملوا في مارغارين يديركم 6 حبة 6 حبة يعني حبة مع حبة الجهة الزوجة ديت هنا باتا تاختيني تعال الشيكولا هنا نستمحولي نعمرها بهذه الطريقة كما تعودوها بك ناشطة الشوكولاة ولا نيسلي ولا زبدة اللوتوس هنا شبعات ما عمرتهم نجيب بتاع الشيكولا ونضعها في هذه اللي عمرناها بموس الجوزية بهذه الطريقة هنا شوفوا عمرت حبة بها تشوفوا موس الجوزية نحن نجح تحاملها بموس الجوزية هنا دوبت كمية شوكولاة بيضاء حوالي 150 جرام دوبتها ضفت لها قليل شوكولاة زيت شيكولاة في الصيف لا تكترونها زيت بما تقوشت للساقلكم وهذا القطو من الأفضل نضعه في الفريجدار يعني في التلاجة نضعه التاعي بهذه الطريقة نغطيه كامل ونضعه في قليل نضعه في صندوق الوصف نضعه في صندوق الوصف نضعه في صندوق الوصف كيف تدوبوا الشيكولاة بالحليب والشيكولاة السوداء هنا القطو التاعي بعد ما برد كما راكم تشوفوا خليتها جمد في التلاجة نضعه الحمان اليوم نضعه هنا القطو التاعي وعندي هنا شوية عنوات كوكو كما تقدروا فو بيستاشة ولوز محمص بقشورة ومطحون تكسروا هذا اللون الأبيض فقط ولا نواة كوكو تاني تلونوها انا خليتها هنا يا نواة كوكو خليتها بيضاء في طوع التزيين اللي غادي نضعه نمسح كامل الاطراف بهذه الشيكولاة اللي كانت بقاتلي ونضعها في النواة كوكو بهذا الطريق نضع كامل الاطراف في النواة كوكو هنا بعد ما نضعنا كامل اللي غادي هنا عندي ملمع الفضي هنا فقط كناصحات الملمع الفضي تكون كالية مليحة انا جديت هذا بسرح ما معجبني ما شكي ما تدوري شباب ما وش تقيل وبالبانسو نرش هكا عشوائيا رش كامل حب التاعي بهذا الملمع هنا قربت لكم هكا بها تشوفوا بها تبين افضل اهي ونخليها تنشف من بعد شديد تديت هنا يا باديل حلوة الرافايلو والتي تبغوا تديروا الاصلية نضع شوية الشوكولاتة بايدة ونتبتها هكا بهذا الطريقة هنا إلا كان عندكم الورقة الفضية ديروا فوق الحبة ما كانش عندكم ديروا فقط الورقة الذهبية انا ديت الورقة الذهبية سوف ينكمل ورهوكم جاهز ان شاء الله في ساحة التقديم كما رأينا نشوفو هذا هو الشكل النهائي هنا قربت لكم سوف تشوفوه افضل هنا ديت الورقة الذهبية قلت لكم ديروا لها الورقة الفضية اذا كانت متوفرة عندكم شوفوا الشكل التاعو كيفاش يجي اراقي كما قلت لكم طيق عروسة تديه معها تروح تبور كيبي كانت عندك فرح ولا مناسبة كذلك يجي بزف بنين ستقونين غير يجي بنا ولا ارواح هنا غادي نقسم لكم حبة باهتشوفوه كيفاش يجي مداخل الشكل التاعو بزف بزف مميز انا هنا فقط لابات مشيرة هي بساك ودارتها في الموجميد باهتنصور معاكم هنا شوفو هادك مداخل كيفاش جاتنا لمستع الدوزية مع شوكولاتة الطلي يعطوها واحدة البنة ما نحكي لكم اشتراك في القناة تفعيل جرس اشتراك في القناة اشتراك في القناة